بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ شاء الله طيبين جابت لكم طبقين شتويين صيفيين يعني لكل اللي فصول وجاي رمضان بعد يجننون والله مرة هذا سلق بالقرع الأصفر الدبة في المدينة القرع الأصفر يسمونه دبة لأنه كبير القرع العسلي أو قرع أمريكي إذا ما عندكم وهذا عملته بالسلق وبرضو إذا ما في سلق حطوا سبانخ نفس الطعب هيكون وهذه شربة الفريكة أنا أعتبرها من ألذ أنواع الشربات والحلو في الموضوع إنه الطبختين مرة سريعين مرة مرة سريعين طبختهم في قدر أديسون كل واحد في قدرين كل واحد في قدر جن بعض يعني قدر واحد بس نحمس فيه ونحط فيه ويسوي اللحم ما نحتاج قدرين ولا شي الحين حنشوف كله مع بعض تدرونا الحين في الشتة ما شاء الله القرع مليان والسلق مليان والواحد يعمل الأكل الصحي في البيت يعني طبخات صحية والشربة للشتة ما في أحلى منها خاصة شربة الفريكة مغذية وصحية شايفين هنا السلق بولغرا ما أقول لكم عن طعمه ما عنده بسيط وما في بهرات كثيرة لكن طعمه رائع حامض هو يحب الحامض يعني شايفين هذا واحد قدر حطينا فيه زيت حطينا البصل هيل وقرفة صحيحين وقرنفل نخلي البصل ياخذ لون طبعا بعدين نحط البهارات الصحيحة نحط الدجاجة أنا ترى بعدين الدجاجة ما استخدمتها كلها نصها فأنتوا من الأول حطوا نص دجاجة يعني اللي ما يحب اللحم كثير في الشربة اللي يحب يخليها كلها نقلبها بس أقليبتين الفريقة بس نغسلها ما ننقعها أبدا طبعا ننقيها تمام نغسلها تمام وعلى طول نحطها ما يحتاج نقعها هي طعمها كلها حيطلع في الشربة نحط لها موية صاخنة ونغطيها هي لازم ساعة بس فيه بعد نص ساعة نشيل الدجاجة عشان ما تنهري لأن هذا قدر ضغط مو قدر عادي شايفين الآن كاملة بس ما حطينا الملح الملح بعدين نحطه الآن خلاص نغطيها نخليها نص ساعة نشيل الدجاجة بعدين نغطيها نخليها نص ساعة ثانية نتكمل لفريقة السواء فتحناها الآن بعد نص ساعة نشيل الدجاجة نشيل الجلب والعظم ونقطع اللحمة صغيرة نحاول نتخلص من عود القرفة من الهيل نشيل الزايد نزيدها طبعا شوية موية ونغطيها نص ساعة ثانية عشان نتكمل السواء وخلاص هذا هي جاهزة ذائب لفريقة هين الدجاج قطعنا اللحمة وشلنا الجلب والعظم نرجعو للشربة بعد ما سوت نحط لها شوية قرفة أو سبع بهارات شوية كامون ونحط لها عصير ليمون ونحط لها بقدونس وهذا الملح الحين الملحها يعني أنا أعتبرها بصراحة من ألد الشربات ترى هنا حطيت نص الدجاجة ونص الدجاجة استخدمناها شي ثاني هذا الليمون وهذا البقدونس حطينا البقدونس الحين وبعدين وقت الغرب خلاص في الصحن حطينا شوية بقدونس بعد أحلى شربة اعملوها استمتعوا فيها ما يحتاج تنقعون الفريكة وما يحتاج ولا شي هو قدر ضغط هذا أكيد تقدرون تعملونه بقدر عادي بس طبعا ضغط في المدة من ألد الشربات الحين نجي على السلق زي ما قلت لكم ما في السلق حطوا سبانخ بس يعني إذا كان فرش أحسن أكيد يعني إذا ما عندكم تحطون مثلج فروزن بس يعني أكيد الطازج غير هذا هو السلق كغسلنا وحطيناه في صفاين شف تمام لحمة مقطعة مع عظم عصير ليمون بصل قرع بابريكا أهم شيء لكركم هذا القرع نقطعه وفلفل أسود وكمون وكزبرة ناشفة نقطع السلق تمام صغير نحطه فيها نقطع البصل نحطه برضو في قدر أليسون عشان السرعة والله بس يعني أنا ما أقول لكم ما صر الطب خلا فيه لا الصير بس أخذ مدة أطوال تأعب عشان كده نحط زيت نقلب البصل برضو البصل نستنى ياخد لون يعني هنا بتدأ يتلون البصل نحط اللحمة نحط ثوم نقلبهم تمام تطلع ريحة الثوم مع اللحمة تتحمر شوية نحط كركم هي هذا يبغالها كركم كثير لونها أصفر وفلفل أسود وبابريكا وكمون وكزبرة نقلبهم شوية يتغير لون اللحمة لازم لما نحس شايفين كيف اللحمة تغيرت وتسبكات نحط لها موية صخنة نتبهوا لا تكثرون الموية لأن هنا الموية ما رح تتبخر أنا كثرت موية لازم أقل ما رح تتبخر مثل القدر العادي نغطيها نخليها ساعة حسب نوع لحمتكم يمكن نص ساعة يمكن 3-4 ساعة في هلوقت السلق نحطه في صينية كبيرة تفال على النار عشان يصير واسع ونقلب فيه عشان ينشف كل الموية اللي فيه ما تتخيلون هذي الطريقة شايفين كيف ما يطلع موية ينشف على طول رح ينشف وبعدين يصير لونه أخضر زاهي في الإيدام غير لما نسلق أو نحطه في قدر صغير يطلع موية ونشيل الموية يصير لونه مرة حلو وطعمه أحلى هنا عندي اللحمة السوات نحط لها السلق الناشف شايفين ناشف ما في موية خلاص نحط الملح نحط القرع سواء قرع أمريكي أو قرع بامكين أو قرع المدور الصغير كله ماشي شايفين هو القرع رح يطلع موية عشان كده من الأول ما نحط موية كثير الحين لما نحط السلق والقرع لأنه هذا قدر ضغط خليته 12 دقيقة قدر أديسون يمكن القدر الثاني أكثر لما يسبك حطينا له عصير ليمونتين كاملين هو هذا الطبخة تحب شوي تكون حامضة ضبطنا الملح وحطيناها وألف عافية مع الخبز ومع الرز حطينا فوقه شوي بصل محمر وبقدونس واجبة رائعة لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب كل يوم تعال وإن شاء الله كل يوم أعجب لكم طبخات حلوة تعجبكم بإذن الله شايفين الشوربة الشوربة قصة والقرع والسلق قصة ثانية مرة مرة حلوين هالقصص راح تعجبكم ما ينشبع منهم لثنين والله